الطحالب ما هي الطحالب؟ الطحالب كائنات حية دقيقة تشبه النباتات يعيش معظمها في البحار والانهار وفي الاماكن الرطبة قرب خزانات المياه تتميز الطحالب بوجود البلسيد الخضراء والتي تحتوي على صبغة لها دور هام في عملية تصنيع الغذاء وأيضا الطحالب ذاتية التغذية كذلك الطحالب جسمها مزود بشعيرات في مرحلة من حياتها وتختلف الطحالب في ألوانها نظرا لتنوع لون الصبغة الموجودة فيها فمنها الأخضر والأحمر تركيب الطحالب الطحالب هي إحدى أصناف النباتات اللازهرية أي أنها لا تنمو لها أزهار والطحالب إحدى أصناف النباتات الثالوسية أي أن جسامها لا تحتوي على جذور أو سيقان أو حتى أوراق حقيقية أنواع الطحالب قام العلماء بتقسيم الطحالب إلى مجموعات وهي الطحالب الخضراء المزرقة والطحالب الخضراء الطحالب الخضراء المزرقة وهي تلك الطحالب التي في التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة وفي المياه وهذا النوع من الطحالب يتكون جسمه من خلية واحدة فقط الطحالب الخضراء المزرقة تستطيع أن تشكل مستعمرة وجسمها يتكون من نواة غير حقيقية ويحتوي على صبغة ومن الأمثل على هذا النوع من الطحالب الأنابينا الطحالب الخضراء وهي من أكثر أنواع الطحالب انتشارا حول العالم ويوجد لهذا النوع من الطحالب العديد من الأشكال والأحجام بعض الطحالب الخضراء شريطية وبعضها يتواجد على شكل مستعمرات أهمية الطحالب للطحالب أهمية طبية كبيرة فهي تدخل في صناعة الغذاء والدواء كالفيتامينات والمضادات الحيوية عمل الطالب هتان عبدالله الأمين بإشراف الأستاذ مالك بن لباري في ثانوية معاذ بن جبل كان عمل جميل جدا وموضوع شيق وإن شاء الله ما يكون آخر موضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته